بعد الحديث عن الأدب والعظيم أحسان عبدالقدوس هنرجع تاني ونتكلم على السياسة والحقيقة النهاردة معنا ضيف متميز جدا لتميزه هو الشخصي وأيضا لتميزه ومنصبه الحقيقة لأنه بيرأس مركز مهم جدا وتوقيته حساس وهو مركز زيافة للدراسات الاستراتيجية واللي معني خصيصا بالعلاقات المصرية الأمريكية أو المصرية الصهيونية بمعنى أصح هنتكلم أكتر ونعرف أكتر عن هذه الشخصيات المتميزة وعن قراءها في مرحلة المقبلة من خلال الفقرة ديت النهاردة معنا ومنورنا الأستاذ الدكتور رفعت سيد أحمد الكاتب المحلل برئيس مركز زيافة للدراسات الاستراتيجية صباح الخير صباح الخير صباح الخير بصفة هياك فعلا رئيس مركز زيافة للدراسات ايه هي نوع الدراسات اللي بيقوم بها المركز أو الدور اللي بيقوم بالمركز هو المركز يعني تقديمها لطيفة بشكل سريع المركز أنشئ سنة 89 يعني من حوال 22 سنة وهو يعني يهتم بشكل أساسي بالقضية الفلسطينية وبالقضايا العربية المتصلة بالمقاومة مقاومة المشروع الصفيوني مقاومة المشروع الغربي المعادي لشعوبنا سواء في حالة عدوان أو غيره وأيضا يهتم بالقضايا المصرية ذات الصلة بقضية الفلسطينية وذات الصلة بالقضايا العربية إجمالا يعني تقدر تقولوا أن في الظل انحصار الاهتمام بالشأن العربي رأينا أهمية أن يكون لدينا أيضا اهتمام مصري بالشأن العربي لأن الكل دايما داخل في قضايا الداخلية بشكل أساسي المركز في هذا الصياق بقى بيصدر كتب يعقد ندوات لديه أمسيات أدبية وثقافية بالأمس مثلا كان عندنا أمسية ندوة عن قضية كوسوفا القضية الإسلامية في أوروبا وعلاقة الإسلام بالغرب والعرب بالغرب في إطار مثل هذه القضية اللي أشبه بقضية فلسطين بس في أوروبا كان قضية شعوب مضطهبة وكان معنا سفير كوسوفا في مصر للحوار حول هذه القضية مع نخبة من المثقفين والخبراء ففي هذا الصياق المركز بيهتم عبر الوسائل المتعددة والإصدارات واللقاءات بالقضايا ذات الشأن العربي وبالقضايا المصرية المرتبطة بيها هل مهتم كمان بفكرة سورة العرب في الغرب؟ بالتأكيد لأننا سوريتنا معروفة عنها في الغرب للأسف أننا إرهابين يعني ده صورة اللي تم اعتمادها عبر عشرات الدراسات الاستشراقية من بدايات الاحتلال لهذه المجتمعات العربية من 200 سنة ثم زادت في المرحلة بعد الثورات العربية الأولى ثم زادت في مراحل الحكام المستبدين 30-40 سنة اللي فاتوا ثم ظهور تنظيم القاعدة ومثالي بعد 11 سبتمبر كمان لا وقبل لأن تنظيم القاعدة هو اللي أعطى هذه الصورة لديهم لكن هما كانوا مترصدين حتى لو كانش في تنظيم قاعدة وكان العربي دائما لديهم أنه همجي أنه فوضوي أنه إرهابي بشكل أو بآخر لأن كان هما يطلبون تأكيد هذه الصورة لمزيد من نهب البلاد العربية أنه هو جاي رسول المدنية في مجتمعات همجية بهذا الشكل فبالتالي يجوز له ومن حقه أخلاقيا أن يأخذ هذه الصورة هذه العقيدة التي لدى الغرب هي الأسف لكن أعتقد بعد انتفاضات الشعوب العربية بعد الثورة المصرية على وجه الخصوص أنا أعتبرها هي الصورة الحقيقية في كل الهيصة الموجودة بعد هذه الانتفاضة للشعوب أنه في صورة أخرى في شعوب بتقدر تصهور بتقدر تنطفد ضد الظلم أنها ليست بهذه الصورة النمطية اللي لدى الغرب عن شعوب إنها صورة سلمية صورة سلمية استطاعت أن تسقط حكما المستبقى بس أنا عايز بني أعلق على أن حياتك جملة مش هينفع تعدي كده حياتك بتقول أن حياتك شايف أن الصورة المصرية هي أثارة الحقيقية بسط الهيصة الموجودة حتى بي حدثتك إنها المعنى مثل الثورة التونسية ليست الثورة؟ لا أشوف أنا عايز أقول الثورة والمصرية من أهم وأنبل وأجمل الصورات التي حدثت في المنطقة خلال 2011 بعد ذلك جاء الغرب ليركب ويوظف أشواق الناس للإصلاح والتغيير سواء في ليبيا سواء في سوريا سواء في اليمن سواء في البحرين لمحاولة توظفها لمصالحهم هو صدمة بالثورة المصرية والثورة التونسية فأراد أن لا يكرر الصدمة في مواقع أخرى فدخل عندما يحضر حلف النيتو ليساند صورة ما فتأكد أن فيه عطب في هذه الصورة لأن حلف النيتو ما يجيش عشان سواد عيوننا ولا سواد عيون الصور جاء لأجل مصالحه مصالح حلف النيتو والغرب إيه في المنطقة؟ هي البترول وإسرائيل عندما يحضر الغرب في هزين الملفين فأعلم أن أي فعل يفعله بعد ذلك يكون فيه تشويه يكون فيه مشاكل وهو كمان بيحاول دلوقتي كمان يركب الصورة المصرية يعني القصص اللي احنا بنتبهها دلوقتي محاولة تجويع مصر عبر عدم إعطائها للقروض أو المنح من دول الخليج هي بأوامر من الغرب بشكل أباغ حتى تفرغ هذه الصورة من ثورياتها وتنكفئ على ذاتها وتبقى أكله وشربه بس وما يتمش تقديم نموزجها للدول أخرى لكي تحتزيه طبعا فالغرب كمان لما يجي يخترقك عن طريق بعض المنظمات أو الهيئات المنظمات يسمى من منظمات المجتمع المدني مش كلها طبعا سيئة لكن بعضها عندما يخترقها لنشر ما يسمى بالثقافة الأمريكية أو حقوق الإنسان على نمط الأمريكي لما قام بترسون السفيرة الأمريكية في القاهرة تقول أن في 600 منظمة تقف على أبواب السفارة لتلقي التمويل في 26-11 السنة اللي فاتت فأنت عليك أن تتحصص رأسك هم يريدون اغتيال وتفريغ الصورة من داخلها لما قلت من اللي هو مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية يجي مصر الأسبوع اللي فات يقول إن نحن أشقاء للصورة المصرية نقول لهم متشكرين جدا إحنا مش أشقاء لكم لأن قنابل الدخان اللي كانت بتضرب على الشباب من يناير حتى اليوم كلها صناعة أمريكية وهي محرمة دولية وبالتالي الأمريكي يريد ركوب هذه الصورات على أهل هذه الصورات بذلك الصورة المصرية أن ينتبهوا لهذه الأفخار يعني هي العلاقات المصرية الأمريكية متوترة بألا فترة يمكن من بداية الصورة شفنا التضرب الأقوال ما بين رئيس أوباما في الأول بيقايد الصورة والأول مش مقايد الصورة وبعد كده هيلوري كلينتون وبعد كده أخيرا أوباما تاني يعني كذا مقربوا وفي الآخر بقى فكرة الجامعات الحقوقية هي لسه إلى الآن عليها ضبط كبير جدا وجدات كبيرة جدا يعني حدك عندك وجهة نظر فيه جهة نظر أخرى بتقول إن الله يعني ما ينفعش يتم مبدأ التخوين ومبدأ اللي احنا لقى يبقى كل حاجة من بره للأوحشة وإلى آخر لا صحيح ده وحوية وجد نظر محترم ومقدرة لأنا أعتقد أنا قلت الكلام عشان ده برضو ممكن يأتي لخسائر من يومين في إحدى الفضائيات في لقاء آخر إن القضية لما قدمت قدمت بطريقة مشوشة عشوائية ليه أخلط تم خلط بين المنظمات الأمريكية والأوروبية التي تعمل في مصر بدون ترقيص وبين المنظمات مصرية تعمل في مجال حقوق الإنسان بترقيص ولكن تأخذ تمويلا بدون رقابة وبين المنظمات تعمل برقابة وبشفافية وبوضوح خلط التلاتة مع بعض في سلة واحدة وتقدمهم للرأي العام كان خطأا طبعا بالقبل الدولة بالمقابل أيضا بالمقابل الدفاع عنها كلها مرة واحدة بدون الفرز بينها وبين النوع ده من النوع ده من النوع ده مرضو كان خطأ من نشطاء حقوق الإنسان وبالتالي أنا بادعو إلى الفرز بين المنظمات وتحددها يعني في عندك 36 منظمة أمريكية وأوروبية تعمل في مصر بعضها يعمل من دون ترخيص هؤلاء علينا أن ندين أداءهم وعملهم وتدخلهم في الشأن المصري بشكل أو بآخر لكن في منظمات حقوقية مصرية محترمة وبتتابع القضايا الوطنية وبتدافع عن حقوق الإنسان هذه مقدرة لكن كمان مطلوب أن تكون قدر من الشفافية في عملها ومن وضوح ومن الرقابة الوطنية والرقابة عليها وهذا حق الدولة وحقها على نفسها أيضا هذا الخلط مطلوب أن نفرزه عن بعض وعنشان يبقى الحكم عليها حكما صائبا وصحيح وده كان ناجع لللجنة اللي قامت بها تضامن مثلا يعني أيام ما عملوا اللجنة وقال لك حنستقصي وحنشوف مصادر التمويل بقى طلع تصريح أستاذة فايزة مناجة بأن لا فيه ستين ألف مش عارف إيه والكلام دا كله هل ده الخطأ ده أو الخلط ده وقت كان خلط إعلامي ولا كان خلط إعلامي مبني على الرسميات أو على البقالات الرسمية اللي صدرته من ضمنها تقرير وزالة التضامن مثلا شوف هو فيه خلط من الجميع لكن الإعلام لعب دور فيه يعني تضخيم القضية ومناقشاتها خارج نطاقها الصحيح يعني بالتأكيد الإعلام الإعلام المرئي والمقروق يعني يعني ما هو ما جابش الكلام ده من عندها لكن هو مسؤول بدرجة مع لكن زي ما نبقل تقديم الأمر تواق من قبل الدولة الدكتورة فايزة أبو النجا قدمت الأمر أنا فتقديري بإطار محدد وقانوني بعيدا عن الدفاع عنها أو مهاجمتها لكن قدمته بشكل حقيقي أين كان القضية وصلت لفين محتاجين أنه إحنا الآن نقف نتأمل في قضية المنظمات المجتمع المدني المهتمة بقضية حقوق الإنسان طبعا ثم نفرز القضايا بعضها عن بعض حتى لا نحكم بالمطلق على منظمات محترمة تعمل ومنظمات أخرى لا ينبغي أن تعمل إلا بترخيص من الدولة ولا تتدخل في شؤون مصرية كل ده من أنا في رأيي خوفا على الثورة المصرية ليس خلينا بقى أن يجيك من من وجهة نصر حضرتك الشأن الداخلي طبعا والمشهد السياسي في مصر في الشهور القادمة بعد تولي يمكن خلاص هو فوز الإسلاميين وفوز حزب الإخوان المسلمين والسلافيين وبعض من الليبراليين هزارف من وجهة نصر حضرتك شكل البرلمان اللي جاي هيكون عامل إزاي ولا عملتوا دراسات عنه ولا لأ والمشهد السياسي عامة في مصر هو أنا طبعا مهتم بهذا الشأن يعني حسنا على المستوى الشخصي ككاتب مقال يومي في الدستور وأتابع هذه القضية أو كدراسات أكاديمية أنا رأيي أن البرلمان اللي جاي حيبقى يعني برلمان ما بعد الثورة وليس برلمان الثورة يعني فارق بين فارق بين أو فارق واضح جدا يا فانت يعني برلمان الناس اللي قامت بالثورة القوة التي ضحها وقدمت عيونها وأروحها من أجل يعني إنجاز هذا العمل الكبير أجل الحرية دي وبين الذين عملوا واشتغلوا بشكل منظم لكن مشاركوش في الثورة فقدروا يقطفوا فمرت مجلس الشعب البرلمان القادم هو برلمان ما بعد الثورة هيكون الكتلة الأساسية فيه هي الطيار الإسلامي بنوعيه إخوان وسلفيين الكتل الأقل عددا ولكن ربما تكون الأكثر كفاءة في العمل والفعل هي الكتلة الليبرالية والوطنية القومية وغيرها الآن يطرح فكرة التحالف أنا في تقدير أنه برلمان محكوم بالتحالفات يعني أي قرار سيصدر عن البرلمان لابد أن تحكمه قاعدة التحالف ومش هينفع فكرة الغلبة إن أنا عندي عدد كبير فبالتالي هغلب وبالتالي أنا سأفرض قراري أو قانون اللي هو عايز يقره مثلا في مجلس الشعب يعني تبارك مجلس شعب مجلس الشريع ورقاب فبالغلبة هذا المفهوم في الغلبة بس الموقع التحالف يؤدي إلى غلبة برضو هل هو التحالف أو توافق؟ غلبة على أسس صحيحة أو توافق هو ده صحيح غلبة ينبغي أن تكون على الأسس صحيحة طبعاً إحنا بنتمنى بنقول ينبغيات لكن الواقع ممكن فعلاً زي ما حالك بتقول إن البعض ييجي عن جهية القوة وبشعور بالاستعلاء وأنه يأخذ يتحالف فعلاً فيقول لك أنا يعني ونبقى منتك حزب وطني جديد أنا أعتقد أنه سيفشل لاحقاً ليه؟ لأن المشهد السياسي المصري في مرحلة ما بعد الثورة في حالة تشكل في قوة أساسية بتشكل الشارع والمشهد المصري الآن قلتها قبل كده وأكررها في قوة المجلس العسكري والعسكر وده وقت شرعيته من 19 مارس بالاستفتاء اللي تم في قوة الشارع أو الميدان في قوة البرلمان التلت قوة دول تلت إرادات ما ينفعش إرادة واحدة تأخذ القرار بعيداً عن الإرادات الأخرى إذا أخذت القرار أو أغرتها قوتها إنها تأخذ القرار سيكون النتاج النتاج في غير صالح الوطن وفي غير صالح الثورة طبعاً وذلك المرحلة القادمة محكومة بالتوافق وبالحوار وليس بالغلبة أو بالقوة وعلى الجميع أن يفهم ده يعني على القوة الثلاثة اللي أنا حكيت عليهم دول أن يفهموا هذا الأمر لن تمر السفينة أو تعبر السفينة المصرية إلى بر الأمان دون الحوار بين القوة الثلاثة وحيثك على سيرة الحوار ذكرت أن الحوارات الوطنية مبتورة الحوارات الوطنية اللي هي كان فيه الوفاق الوطني والحوار الوطني اللي هشوفناهم على مدى السنة اللي فات التاني حيثك في تصريح ليك قلت نتجة نها مبتورة ونتجة عن ابتزاز العديد من القوة السياسية الموجودة على الساحة والتي هبطت على المشهد السياسي المصري دون سابق انذار ما السبب بيخدم اللي وصفت شوف هو هو ده بالفعل فلسلة اللقاءات اللي تمت خلال عام الصورة الأول وإحنا على أبواب احتفال إن شاء الله يعدي ويكون احتفال حقيقي وليس مكان للصراع خلال 25 يناير في خلال العام الماضي كله كان فيه عام الانتهازية السياسية يعني بمعنى أنه كان فيه حكيتها أكتر مرة أيضا كان فيه ترطة اسمها ترطة الصورة كانت أطراف اللعبة السياسية يريد كل منها يريد أن يأخذ هذه الترطة كاملة لنفسه دون أن يتقاسمها مع الآخرين مع القوى الأخرى هذا الشكل من الانتهازية السياسية هو اللي عطل كثيرا المرحلة الانتقالية ودخل كثير من المشاكل فيها يعني كثير من الشهداء تم التضحية بيهم كثير من المعارك واللي ما كان لهاش لازمة أصلا لكن لغلبة الانتهازية السياسية على أطراف المشهد في مصر خلال عام الصورة الأول وصلونا لهذه النتيجة لذلك بنتمنى بقى في الاحتفال مع بداية العام الجديد أن تغيب هذه الانتهازية وأن تسود لغة التوافق والحوار وأن هذا وطن لنا جميعا وأن التركة التي تركها لنا النظام السابق ثقيلة بحيث أنه ما فيش طيار لوحده هيقدر إنشاء الوحده إذا وصلت الرسالة بهذا المعنى هنوفر على أنفسنا كثير من التضحيات اللي نتفحها في العام التاني للثورة إذا ما وصلتش وأخذتهم العزة بالاسم لدى بعض القوة والطيارات فأنا بأعتقد أنه هنكرر مرة تانية صدمات وأخشى ده يعني نكرر صدمات وهنضحي تاني صدمات على الأرض أو على الأرض؟ أو على الأرض؟ لا صدمات سياسية مباشرة وصدمات على الأرض لأنه زي ما حكيت لك عندك قوة ثلاثة بتحاول تحقق لنفسها مكاسب إذا ما حققتش المكاسب من خلال الحوار من خلال لغة التوافق فتأكد أنا للأسف يعني أكد إنها يحصل صدام صدام في محطات كتيرة محطة الدستور محطة مجلس الشعب والتشكلات اللي فيها وانتخابات اللي هتبقى فيه محطات انتخاب رئيس الجمهورية محطات المشاكل الاجتماعية والسياسية مصر فيها كم هائل من المشاكل يحتاج إلى هذا التوافق ممكن نهاردة كمان لسه أرينا ومتالي من مبارح في فكرة المعاقين اليوم شهداء الصورة شهداء الصورة يمكن من وقت نصر حدريك وعيسة أفرأي حدريك مين متوقع يكون رئيس مصر القادم والله ده عايز عراف عايز منجم يعني شوفي هو فيه أسماء بس فيه أسماء مطروحة فيه أسماء مطروحة لكن الأسماء المطروحة مع احترامنا لها كأشخاص لا يعني أغلبها لا يناسب مرحلة مصر في حالة صورة احنا قلنا بقى البرلمان اللي جاي مش برلمان صورة ها ما خليني أسماء والأسماء معظوم مثلا تشتغل مع حسن مبارك مع النظام السابق وتربى سياسيا وعقليا وقليات حتى عمله تناسب المرحلة السابقة سيديك من الخطاب الإعلامي خطاب الإعلامي خيالي تكلم برضو العقل ما هو الجيل كله كده يعني ما هو احنا نظام الترسين سنة نظام الترسين سنة لا بس فيه جيل جيل حضرتك وجيل الأستاذة لا الجيل الجميل مش هلحقه يا جنيه لا يعني ينبغي أن يكون الذي سيتولى الحكم سيتولى رئاسة الرئاسة متفهما لطموحات هذا الجيل وأيضا لمشكلات مصر بشكل حقيقي بصبت ده يعني يصبح أنا عايزة أقول إيه مش مشكلة مين بقى اللي حييجي لكن نضع أسس دستورية وأسس سياسية تجعل أن من أي كان من سيأتي سيكون ملبيا لمطالب الناس إذا أنت وضعت الأسس اللي حتيجي عليها لذلك ووضع الدستور قبل انتخاب رئيس الجمهورية هو لا يحدد لي بالضبط الشكل اللي مصر تحتاجه لرئيس الجمهورية وسيقبر أي رئيس أي أن كان هو مين بقى أي أن كان بقى سيقبر أن يكون رئيسا جيدا لبلد يستحق أن يكون لديها رئيس جيد بس بعض القوى السياسية اللي متشبتة لأن يكون رئيس أولا لا ده أنا رأيي هو هي يمكن أنا أفصرها أنا لا أوافق على هذا لكن أوفصرها بإيه أن هم شعروا من طباط القرارات التي أصدرها المجلس العسكري ومن سلسلة المشاكل اللي جرت في مصر خلال فترة اللي فاتت أن غياب رئيس مدني أدى إلى هذه المشاكل وبالتالي نحسم الأمر القصة أنا أعتقد باقي شهرين يعني إذا إذا هم فتحوا وفق القرار اللي بعض القوة السياسية اللي بتقول عايزي الرئيس أولا إذا فتح الترشح لرئيس الجمهورية في فبراير القادم يبقى الانتخابات بعدها بشهرين يبقى في مارس بين مارس وبين يونيا شهرين أو ثلاثة يعني ما فرقتش كتير أو في معيار رئيس للدولة في مقام وقيمة مصر وبالتالي الانتظار وفق الجدول الزمني أنسب ثم وضع القطبان التي سيسير عليها الرئيس القادم أنسب وهي الدستور لأنك هتأتي برئيس بوفق صلاحيات نفس الرئيس السابق اللي كان فيه 36 مادة بتجعله إله في الدستور القديم هيرجعني يقرر نفس القصة يبقى عندي فرعون آخر يبقى الأضق والأصحي أن أضع أسس من خلال دستور مدني يضع ضوابط لحركة الرئيس القادم هو الأنسب يبقى أن أضع الدستور أولا ثم يأتي انتخابات الرئاسة بعد ذلك طب ونظام مصر نظام برلماني رئاسي والنظام رئاسي والنظام برلماني ده برضو لسه ما تحددش وطبعا ده الجماعة الوطنية المصرية بفكرة التوافق لأنها مطرح هي التي ستقل لنا ستجيب لنا على هذا الأمر لكن المرحلة في تقديري تحتاج إلى الخلط بين النظامين البرلماني بحيث أنت عندك طيارات خايفة أن يبقى برلماني فيبقى فيها مشكلة السلطة المطلقة أيضا في تعيير الحكومة وغيره وغيره ولا رئاسي أيضا يبقى فرعون طبعا لكن هي الجامع ما بين الجامع بين النظامين البرلماني والرئاسي هو الأنسب أعتقد لمصر في هذه المرحلة نتمنى دكتور رفعت سيد أحمد الكاتب والمحلل الرئيس مركز ديافة تطر الاستراتيجية مشكرة شكرا جزيلا شكرا جزيلا إن شاء الله بعد بقى ما نشوف اللي هيحصل إن شاء الله إن شاء الله خير بإذن الله كله طيب مشاهدينا هروح للفاصل ونرجع تاني وحيكون معنا عيدة وحديث الأربعاء